بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حققت تركيا نجاحات مذهلة فيما يتعلق بالصناعات العسكرية وخاصة الطائرات المسيرة والتي قلبت موازين المعارض هذه المرة غواصات تركيا مسيرة أو غير مأهولة ثورة جديدة في مجال التصنيع العسكري لمعرفة التفاصيل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد نشرت صحيفة موسكو فيسكي الروسية مقابلة مع الباحث في شؤون الدفاع والأسطول كوزان سولجوك إركان حول أفق صناع تركيا غواصات صغيرة من نمط جديد وقال إركان إن الطائرات القتالية المسيرة التي بدأت تغير قواعد اللعبة سيكون لها ما يعادلها من الغواصات الصغيرة التي يمكن أن تعمل في البحار المحيطة بتركيا حسب ما نقلت وكالة RT الروسية كما أشار إركان إلى موقع تركيا الجغرافي الاستراتيجي فقال قد لا يكون من الممكن تحقيق النتيجة المرجوة بغواصات كبيرة في مناطق مثل بحر إيغا المعروف أيضا باسم بحر الجزر بعمق ضحل نسبيا والبحر الأسود المغلق وتابع تركيا في طريقها لأن تصبح لاعبا عالميا تحتاج حقا إلى غواصات من فئة رئيس حيث التكنولوجيا في أعلى مستوياتها وللغواصات الصغيرة الاقتصادية في تصنيعها وتشغيلها أهمية حيوية بالنسبة لنا وللمياه القريبة وقال إركان إن المنتجات التي تصنعها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية تجد مشترين في أسواق مختلفة حول العالم وأضاف لقد صعدت تركيا إلى الصدارة بين الدول في بناء السفن في السنوات الأخيرة وبالنسبة للغواصات الصغيرة نحن في وضع مماثل لحال المسيرات التكتيكية فعندما بدأت تركيا في إنتاج طائراتها المسيرة التكتيكية لم يكن هناك سوى طائرات مسيرة تكتيكية كبيرة أو مرتفعة الثمن في العالم ولن يكون من الخطأ القول إن أنقرة باختيارها الصحيح أرست الأساس لهذا السوق في العالم وختم بالقول في فئة الغواصات الصغيرة نحن الآن في وضع مشابه تماما بعبارة أخرى بينما يتجه الغرب للصناعة غواصات كبيرة جدا ومكلفة أو غواصات عالية التقنية ومكلفة للغاية فإن تركيزنا على هذا النوع من الغواصات الصغيرة يمكن أن يخلق سوقا مختلفة بالنسبة لنا من جهة ثانية بدأت شركة أسلصان التركية للصناعات الدفاعية ببناء النسخة الأولى من المراكب غير المأهولة المسيرة من أجل المساهمة في أمن المياه الإقليمية التركية وخلال الفترة الأخيرة أحرزت شركة أسلصان بالتعاون مع حوض صفينة لبناء السفن في ولاية يالوفا التركية شمال غرب تقدما كبيرا في تطوير وإنتاج الزوارق الحربية المسيرة والزوارق الحربية غير المأهولة المضادة للغواصات وتواصل أسلصان بناء الزوارق المسيرة المذكورة في إطار مشروع يهدف لتطوير وإنتاج مراكب بحرية غير مأهولة تساهم في مراقبة المياه الإقليمية وحمايتها وبعد الانتهاء من أعمال التصميم بدأت الشركة بعملية البناء وما يتخللها من قطع الصفائح المعدنية لبناء الزوارق الحربية المضادة للغواصات ومن المقرر أن يتم إطلاق الزوارق غير المأهولة في المستقبل القريب بعد تجاوزها لاختبارات مختلفة سوف تجري في مياه البحر للتأكد من جاهزيتها للاستخدام بحلول عام 2021 وقد دخلت الأمور بالفعل في عام 2022 مراحل متقدمة ومن المخطط أن تتمكن الزوارق المسيرة من الوصول إلى سرعة تزيد عن 40 ألف عقدة أي حوالي 74 كم في الساعة إلى جانب التمتع بقدرات عالية على المناورة والعمل لمدة 4 أيام تقريبا دون الحاجة إلى إعادة الإمداد بمدى 600 ميل بحري والقيام بمهام ملاحية مثالية حتى في أصعب الظروف البحرية وستتيح هذه الزوارق لمنظومة الصواريخ التكتيكية الخاصة بشركة روكستيان التركية للصناعات الدفاعية ونظام المدافع الرشاشة الثابت الخاص بالشركة ينفيذ المهام القتالية بما يضمن حماية مستقلة للقواعد والموانئ والمرافق الحيوية والمنصات العائمة وقال دورسون علي مدير الأنظمة الحربية في المشاريع العسكرية في حوض سفينة لبناء السفن إنهم بدأوا في تطوير المراكب البحرية غير المأهولة اعتبارا من عام 2019 وأوضح سيمين لوكالة الأنظول إنهم طوروا الزوارق البحرية غير المأهولة بالتعاون مع شركة أصلسان التركية للصناعات الدفاعية في إطار مشروع مشترك لإنتاج مراكب بحرية مسيرة وذكر سيمين أن تصميم إنتاج الزوارق التي بدأ بالفعل بإنتاج النموذج الأولي منها يجري بالكامل في أحواض بناء السفن الخاصة بشركة سفينة وأضاف تم الانتهاء من بناء الهيكل الفولاذي كما تم تطوير البرامج والأنظمة الخاصة بالمراكب المسيرة بالكامل بواسطة قدرات وخبرات محلية وأفاد أن المشروع الذي تنفذه شركته وشركة أصلسان من شأنه أن يساهم في تطوير قطاع المراكب البحرية المسيرة وزيادة اعتماد تركيا على صناعاتها الوطنية في هذا المجال وأشار إلى أن شركته وأصلسان تعملان على بناء نوعين من الزوارق المسيرة هي الزوارق الحربية المسيرة والزوارق الحربية غير المأهولة المضادة للغواصات ولفت سيم إلى أن الزوارق المذكورة يمكن استخدامها لحماية القواعد والموانئ الحساسة والمراكز السكنية وتنفيذ عمليات الاستطلاع والمراقبة كما يمكن التحكم بتلك الزوارق من خلال غرفة عمليات في محطة أرضية واستطرد سيكون بالإمكان استخدام هذه الزوارق المسيرة لحماية الموانئ الحيوية من الغواصات شركتنا تعمل لإكمال اختبارات الرحلات البحرية وتجهيز المراكب في نهاية عام 2021 وختم سيم بأن شركته تسعى لأن تكون منتجاتها نموذجا يظهر مدى التطور الذي وصلته تركيا في مجال المسيرات والمراكب البحرية غير المأهولة إذن تركيا تقطع بقوة في مجال المسيرات سواء الجوية أو البحرية أو البرية وكما تسعى أيضا لإنتاج فرقاطات من الدرجة الأولى وغوصات من فئة رئيس وسوف هجومية تركية الصنع وطائرات دوريات بحرية أيضا من فئة ATR72 ومركبة زهى الهجومية البرمائية إضافة إلى بيرقدار تيبي 3 والمركبات السطحية غير المأهولة كل هذه مشاريع تسعى تركيا لأن تنجزها في هذا العام الجاري 2022 نسأل الله عز وجل أن يوفق تركيا ورئيسها لما فيه صالح الإسلام والمسلمين متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر